اشهد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالمباحثة الرسمية التي عقدت اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله وصفها بأنها جرت في جو ودي وأخوي حميم وتناولت مسار العلاقات التاريخية الأخوية والمستندة إلى وشائج القربة والأخوة والمصالح المشتركة وتناولت سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أشمل بما يحقق الخير والنفع للبلدين والشعبين الشقيقين وقال وزير الخارجية إن صاحب الجلالة الملك المعظم وأخى صاحب السمو رئيس دولة الإمارات بحثات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته التاريخية لإنهاء الحروب والصراعات العالمية واستعادة الأمن والسلم والاستقرار العالمي وتكريس الجهود الدولية لدعم مسيرة التنمية والبناء لما فيه خير البشرية جمعا وأضاف وزير الخارجية أن جلالة الملك المعظم وصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بحث مستجدات الصراع في أوكرانيا وتدعيات الحرب وتأثيراتها السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية على القارة الأوروبية ودول العالم والأمن والسلم الدوليين وأشار وزير الخارجية في هذا الصدد إلى دعوة جلالة الملك المعظم بضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة والتي حظيت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حافظه الله خلال مشاركة سموه في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 والذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وقال إن جلالة الملك واسمو رئيس دولة الإمارات الشقيقة قد أكد أيضا على ضرورة قيام البلدين الجارين روسيا وأوكرانيا بالدخول في مفاوضات سلام مباشرة وجدة ودون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لوقف الحرب بين البلدين وحقن الدماء بما يحفظ الأمن والاستقرار والسلم في القارة الأوروبية وبما يسهم في تجنيب دول العالم تداعيات الحرب وتأثيراتها الخطيرة على الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وإمدادات الطاقة العالمية معربين عن الاستعداد للتنسيق مع الطرفين بشأن هذه الدعوة وتحديد موعد ومكان عقد المفاوضات المباشرة من أجل إنهاء هذا النزاع